بموازات ذلك شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة قبل ظهر اليوم الأربعاء توقيع مذكرتي تفاهم بين جامعة الشارقة وكل من جامعة أوتاو الكندية ومعها ديسكو لوكوفو للعلوم والتكنولوجيا الروسي وذلك في مكتب سموه بالجامعة وقع المذكرة الأولى بين جامعة الشارقة وجامعة أوتاو الكندية الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة والدكتور جاك فيرمونت رئيس جامعة أوتاو وتقضي المذكرة بتعاون الجامعتين في مجالات مختلفة تتضمن تبادل الطلبة لدرجات البكالوريوس والدراسات العليا وتعاون في برامج تدريب الطلبة وتبادل المنشورات العلبية والمواد الأكاديمية وحضور المؤتمرات والندوات وورش العمل وتعاون في الميادين البحثية من خلال تبادل أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الدراسات العليا وباحثي ما بعد الدكتوراه ووقع مذكرة التفاهم الثانية بين جامعة الشارقة ومعهد سكولوكوفو للعلوم والتكنولوجيا بموسكو الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة والدكتور إليكساندر كوليشوف رئيس المعهد وتنص المذكرة على تبادل التعاون في البحث العلمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف الميادين والتخصصات الطبية والصحية والهندسية والخدمات الاجتماعية وميادين الابتكار والابداع العلمي وريادة الأعمال فضلا عن تبادل أعضاء الهيئة التدريسية والعلماء وطلبة الدراسات العليا